السياسة في كأس العالم 2018 الأرجنتين تلغي مباراة إسرائيل قبل بداية المنديال في روسيا في مباريات ودية اتعملت بين منتخبات كتيرة حول العالم من بين المباريات التي تم الإعلان عنها مباراة بين الأرجنتين وإسرائيل مباراة ودية في البداية قال أن هذه المباراة هيحضرها ميسي نجم كرة القدم الأرجنتيني وإنها تكون في ملعب في حيفا بعد شوية قال أن المباراة هتكون في القدس بعد ترامب منقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعدها حصلت احتجاجات كبيرة في الأرجنتين في كتير من أصل فلسطين في الأرجنتين في نادي فلسطين كبير جدا اسمه نادي بلسطينو موجود في الأرجنتين في قوة سياسية كبيرة جدا في أرجنتين ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كل هذه الجهود في أرجنتين جهود أخرى بعضها في فلسطين اللي احتجت بقوة على هذه المباراة وإنها تكون موجودة في القدس ورئيس تحاد الفلسطيني قوة القدم جبريل الرجوب قال أنه ينبغي نحن نحرق أميس ميسي إذا شارك في هذه المباراة ونحرق صوره إذا شارك في مباراة الأرجنتين وإسرائيل إذن ضغوط من فلسطين ودول أخرى وضغوط من داخل أرجنتين أدت في نهاية إلى إلغاء المباراة التي كانت مقررة بين الأرجنتين وبين إسرائيل هذا نموذج لأن الناس تدافع عن قضيتها بطريقة متحدرة الضغوط اللي حصلت في الأرجنتين واللي حصلت من كتير من الأحرار حول العالم ضد قهر رئيس ترامب بنقل السفارة وضد الاعتراف الدول بذلك وضد مباراة تكرر هذا الأمر الذي يريده الرئيس الأمريكي ترامب دي كانت جهود رائعة من أحرار العالم انتهت في النهاية إلى قيام الأرجنتين بلغاء المباراة رغم اتصال نتنياهو بالرئيس الأرجنتيني لإبقاء المباراة في موعدها ده كان مشهد سياسي مهم جدا لم يكن رياضيا بالأساس وإنما كان سياسيا بالأساس قبيل بدء منديال روسيا 2018 وهنا بنذكر حضراتكم إن الوجود الفلسطيني والعربي قوي جدا في أمريكا اللاتينية ولا سيامة الأرجنتين وإن في نادي كبير جدا اسمه نادي فلسطينو نادي فلسطين داخل الأرجنتين وفي مشاهد تكلمنا عنها فيما قبل إزاي الجمهور في مدرجات رفع علم فلسطين وفي كل مناسبة مواتية يرفع علم فلسطين في المدرجات تركيا تصدم أمريكا بالحصول على S400 وF35 في آن واحد تركيا لها أزمة مع أمريكا إنما لها علاقة استراتيجية كبيرة جدا مع أمريكا ما بين المصالح الاستراتيجية وما بين الأزمة المتقطعة تدور العلاقات التركية الأمريكية أيضا تركيا وروسيا نفس الموضوع جزء من العلاقات واضح نقاوة جدا اقتصاديا وعسكريا وجزء من العلاقات ملتبس لفهم هذا الموضوع نحن نتكلم على نعين من الصواريخ الدفاعية في العالم في حالة منافسة ونعين من الطائرات المقاتلة في العالم في حالة منافسة في الطيارة F35 في أمريكا ودهما الطيارة S57 أو S57 في روسيا وعندنا صواريخ باتريوت في أمريكا مقابلها صواريخ S400 أو منظومة S الروسية اللي هي S300 و S400 و S500 إنما اللي مشهور منها عالميا الآن S400 وإذا بنتكلم على منافسة بين أمريكا وروسيا في مجالين واضحين جدا مجال لو هنا أمريكا وآدي روسيا بنتكلم على مجالين مهمين جدا بنتكلم هنا في الصواريخ يبقى أمريكا عندها صواريخ إيه باتريوت منظومة باتريوت دي بتواجهها منظومة صواريخ دفاعية في روسيا اسمها إيه S400 طبعا بنتكلم هنا في منظومات صواريخ دفاعية أخرى وكذلك هنا بنتكلم على أبرز منظومة دفاعية باتريوت موجودة في أمريكا وأبرز منظومة دفاعية S400 موجودة في روسيا ده على صعيد الصواريخ تيجي بقى على صعيد الطيارات أمريكا عندها F35 اللي هي قوية جدا برضو شبنات طائرة الوحيدة لكن أقوى طائرة مقاتلة أمريكية هنا تقابلها سو أو سخوي 57 دي اللي هي الروسية ده أساس المنافسة القوية جدا من بين أسس عديدة للمنافسة العسكرية والسياسية والاقتصادية بين القوتين العظميين الأتراك عايزين صواريخ باتريوت حصلت سوية نشاكل بعد كده عندهم طبعا جزء من المنظومة ما عندهمش ثقة كبيرة في أمريكا دلوقتي قالوا نروح ناخد منظومة الصواريخ S400 الأمريكان مدقين جدا إزاي ياخدوا S400 من الروس وهم أعضاء في حلف النيتو بقيادة أمريكا نيجي في حاجة تانية بقى الأتراك برضو عايزين ياخدوا F35 طائرة مقاتلة من الأمريكان وبيقول الأمريكان إذا ما أخدناش F35 هنروح ناخد صو 57 من الروس ودي طائرات متنافسة ودي منظومات دفاع جوي متنافسة الأتراك بيحاولوا إنهم ياخدوا الاتنين مع بعض S400 من عند الروس وياخدوا F35 من عند الأمريكان يبقى منظومة دفاع جوي روسية قوية وطائرات مقاتلة أمريكية قوية F35 حضراتكم لم تجرب في قتال واضح حتى الآن يعني بطريقة نحن نقول بشكل حاسم قدرتها العسكرية قد إيه إنما ما يقال إنها أقوى طائرة مقاتلة في العالم تكلفة كبيرة جدا الرئيس ترامب لما وصل للسلطة قال هنوقف هذا المشروع F35 عشان التكاليف الكبيرة لكن نتيجة مزاياها ورغبة البنتاجون استمر إنتاج الطائرة F35 قدرات غير عادية طائرة شبح لا يراها أي رادار تقدر تصعد عموديا وتهبط عموديا قدرة رهيبة عن مراوغة تشيل أسلحة حوالي 10 تن قدرات هائلة جدا للطائرة F35 الأتراك بعد الإسرائيليين أول حد خد F35 بر أمريكا إسرائيل الأتراك تقدموا 2014 عشان يشتروا طيارتين F35 الأمريكان وفقوا إنما بقى نتيجة خلافات بعد كده على أثر الأزمة في سوريا الأكراد محاولة الانقلاب في تركيا خلت الأمريكان يزمزقوا شوية من تنفيذ هذا الاتفاق أو يكون فيه خلاف داخل أمريكا بشأن تنفيذ هذا الاتفاق فالأتراك علوا الطلب من طيارتين F35 ل16 طيارة بعد كده علوها تاني وطلبوا 100 طيارة F35 وتعاقدوا فعلا على 100 طيارة F35 من أمريكا لكن ما تمش تسليم أي طيارة حتى وقت قريب لكن من أيام أثير الموضوع في أمريكا فالرئيس ترامب والبنتاجون وزات الدفاع قالوا نسلم طيارتين لتركيا وال98 طيارة ياخدوها الأتراك فيما بعد الكونجرس معترض الآن ولجنة جوه مجلس الشيوخ الكونجرس مجلسين الشيوخ والنواب جوه مجلس الشيوخ فيه لجنة أقر التعديل يمنع تركيا من الحصول على F35 لكن لازم موافقة كل مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب مش كل يعني موافقة مجلس الشيوخ الأغلبية وكذلك النواب يعني موافقة الكونجرس مجلسي زائد تصديق الرئيس ترامب الرئيس ترامب يبدو أنه عايز يدي الأتراك الطيارة F35 على شكل كده حتى لو الكونجرس اعترض هيمشي قرار البنتاجون أن يسلم تركيا F35 إيه اللي حصل في الأيام الأخيرة في أجاست العيد اللي حصل أنه الأمريكان وفقوا البنتاجون أن طيارتين يسلمهم الأتراك وسلم فعلا طيارتين وعملوا حفلة كبيرة جدا في تيكساس بمجابة تسلم الأتراك طيارتين F35 الطيارتين دول حفلة تسليم مش معناه يطلعوا النهاردة إلى تركيا مباشرة وإنما بيطلعوا من الشركة المصنعة لوكهيد مارتين من تيكساس إلى قاعدة جوية في ولد أريزونا تقعد بقى الطيارتين دول هناك يعودوا 2019 و2020 زي خارجية التركي بيقول هيوصلوا تركيا 2020 في السنتين دول وهم في قاعدة جوية في أريزونا هيروح طيارين أتراك يتدربوا طوال هذه المدة على استخدام وقيادة الطائرة المقاتلة F35 الكونجرس بيضغط أن يوقف هذا الموضوع لما أقول لحضرتك أنه تم التسليم رسميا منذ أيام إنما عشاء الطيارات تصل إلى تركيا قدامها سنتين ودول طيارتين من 100 طيارة لسه 98 في انتخابات كمان في تركيا كل ده معناه إن لسه أمريكا عندها أوراق ضغط لإفشال أو إيقاف هذه الصفقة المعارضين بيقولوا إيه إزاي الأتراكب عندهم منظومة دفاعية روسية S-400 اللي هي معادية لنا ومعادية للنيتو وفي نفس الوقت ياخدوا من عندنا F-35 اللي هي فخر الصناعات الجوية الأمريكية كده الروس بسهولة نتيجة وجود S-400 في تركيا ووجود F-35 الروس هيقدروا يعرفوا بالزبط حجم وحقيقة قدرات F-35 لأن البعض بيقول فيه مبالغات في قدرات الطائرة F-35 إنما أغلب الاستجاريين في العالم بيقولوا إن قدراتها فائقة وهي الأقوى في العالم الروس بيقول لأ S-57 أقوى من F-35 البعض بيقول فيه أيوب في F-35 في كل الأحوال كل هذا الجدل ممكن يتبلور ويبقى محصوم عند الروس لما يشوفه F-35 وآداءها في تركيا وS-400 وآداءها في تركيا هيحددوا نقاط الضعف تبقى لسناتور ديمقراطي عضو مجلس شيوخ من الحزب الديمقراطي قال إن كده يقدروا الروس يقرفوا بالزبط نقاط الضعف اللي موجودة في F-35 وده يشكل خطر على هذه الطائرة وعلى الجيش الأمريكي إذن تركيا تحاول أن تمسك بتلبيب القواتين العظميين إن هي تاخد من الترسانة العسكرية الأمريكية أفضل ما عندها F-35 ومن روسيا أفضل ما عندها S-400 لكن الأمريكان الذين وافقوا رسميا لا يزالوا يراوغون في هذه الصفقة الكبيرة والكل ينتظر هل سيتم الإنجاز أم لا هل سيبقى الرئيس أردوغان في السلطة أم لا لكن في كل الأحوال هناك جديد يحدث بين القواتين العظميين على الأراضي التركية كده شفنا الطائرة المقاطعة الأمريكية F-35 وهذه مشاهد تحدثنا عنها فيما قبل عن منظومة الدفاع الجوية الروسية الصواريخ S-400 قمة الدول السبعة الصناعية من 8 ناقص 1 إلى 6 ضد 1 قمة الدول الثماني الصناعية قبل كده قبل كده كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اخرجها من قبل امريكا واوروبا رجعه التاني الدول السابع الصناعية جيب اذا رجعه التاني تمانية ناقص واحد سبع دول صناعية وليس قمة الدول الثماني نمر اتنين الجديد في قمة كندا 2018 للدول السابع الصناعية ان الرئيس ترامب ضد الجميع تقريبا عشان كده بنقول ستة ضد واحد او امريكا ضد الجميع في الدول السابع الصناعية الرئيس ترامب هاجم الجميع هاجم اداء رئيس وزراء كندا هاجم فرنسا وقال ان باريس معقل للارهابيين ايضا في هجوم مستطر على بريطانيا وعلى المانيا وعلى المفاوضية الاوروبية خلاف كبير جدا بين امريكا واوروبا نتوقف قليلا عند بريطانيا والمانيا عند بريطانيا هي الحليف الاستراتيجي لامريكا حلافاء لأقصى درجة الاقرب لبعضهما في العالم ومع ذلك منذ بدأ الرئيس ترامب بقى في مسافة بين بريطانيا وامريكا من اول معالى حسابه في تويتر وضع فيديو لمنظمة يمينية بريطانية متطرفة الزعيمة مي انتقدت رئيس ترامب قال لا خليك في حالك انتو عندكم ارهاب موجود في لندن خليك في الارهاب اللي في لندن بعد كده حصل خلاف اخر وطاقم الرئيس ترامب بيصفها ان هي معلمة مدرسة على الزعيمة مي زعيمة بريطانيا ورئيس ترامب كل شاب يكرر الكلام انه الاوروبيين بيستغلوا امريكا واقتصاديات امريكا يبقى اذا ده عمل فجوة رؤية ترامب لبريطانيا انها مستغلة مثل اخرين وان الزعيمة ريزا مي تستغل الصداقة القوية مع امريكا فانها تاخد مكاسب لبريطانيا على حساب امريكا ايضا في نفس السياق حزب العمال المعارض في بريطانيا ضد هذه العلاقة القوية مع ترامب وانتقد ازاي ان نحن نقف مع ترامب في ضربة سوريا والى الان رئيس الحزب وكذلك عمدة لندن من حزب العمال ضد استضافة بريطانيا للرئيس ترامب يوليو 2018 لكن وزير الخارجية البريطاني بيقول ما نقدرش نكون على خلاف مع امريكا مصالحنا مع امريكا لا نهاية لها واكبر مستثمر في بريطانيا امريكا وما نقدرش عشان خطر كلام زعيم حزب العمال او عمدة لندن نخسر علاقة استراتيجية بهذا المستوى نيجي بقى على الصعيد الالماني خلافات كبيرة جدا لدرجة ان احد السياسيين قال ان رئيس ترامب يعني قاعد يهزر شوية في الاجتماع بتاع كندا اللي هو قمة الدول السبع الصناعية في كندا 2018 واخرت قطعة حلوة من جيبي ورماها على المائدة وقال للزعيمة انجيلا ميركل زعيمة المانيا بالحرف ها هي انجيلا اذا لا تقولي انني لا اعطيك اي شيء على الاطلاق لان الالمان بيقوله ما بناخدش اي مزام الامريكان فهو رمى قط الحلوة وقال هذا الكلام اذا الرئيس ترامب انتقد ضمن او بعض مرافقية او طاقمه او ادارته ضد السياسة البريطانية تستغل امريكا او هكذا يرى كذلك ضد المانيا ضد فرنسا ضد الفضاء الاوروبية يعني تقريبا واحد ضد ستة او ستة ضد واحد بعد ما كانت الدول دي تمانية بقوا سبعة وجوه السبعة امريكا في جانب وست دول في جانب اخر القمة دي قمة كندا 2018 للدول السبع الصناعية الكبرى رغم الصور الجميلة جدا اللي ظهرت والقادة كلهم بيتصافحوا الا ان الكل قلق في المستقبل على العلاقات بين اوروبا وبين امريكا الرئيس ترامب شايف ان الناس تستغل امريكا وان هؤلاء الحلفاء بيعتبروا امريكا حصالة يسرقوا منها اللي يقدروا يسرقوه الا ان هم شايفين ان هم شراكاء متميزين لكن الرئيس ترامب هو الذي يدمر هذه الشراكة كانت قمة ظهرت فيها المصافحات في العلن لكن الخلافات تجذرت كثيرا في كندا 2018 منتصر حافظ الله القيش حافظ الله مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة